معنا أستاذة ولاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلوقتي يا شيخ أنا كنت رفعت قضية خلع على طليقي كنت يسيبه الخلع فتقال لي أنه مفروض أنه هو يمين طبعا هو مرمش عليه يمين طبعا ده حكم وحكمه فأنا مش عارفة أنا عليا زنب ولا لأ القاضي حكم لكي بالخلع آه تمام حكم لها بالخلع حكم لكي وأصبح الحكم نافذا لا استئناف فيه آه تمام سواء قال الزوج لكي أن تطالق يعني بالمصالح العام يرمى اليمين أو لم يلقى باليمين سيان مش هتفرق لأن حكم القاضي حكم القاضي هنا هو حكم الشرعي وبالتالي القاضي له حكم السلطان على الناس طالما أنك متضررة أو طالما أنك لا تطيقين العيش معه فلولي الأمر أن ينصب وزير العدل أن ينصب القاضي في أن يحل محله في القضاء في بين الناس في أحكام الشريعة وبالتالي كلام القاضي نافذ وكلامه واقع وكلامه محترم وهذا خلع وهذه أحكام شرعية بعض الرجال بقولك لا أنا ما قلتش في المحكام إحنا مش محتاجينك تقوله ولا ما تقولش خلاص المسألة انتهت حكم القاضي حكم القاضي هو حكم بشرع الله تعالى المسألة انتهت لأنه يملك أن يفرق بين الرجل وزوجتي بناء على المعطيات وعلى الضرر الواقع على الزوجة وبناء على رغبة المرأة المختلعة التي تريد خلعا طالما أنها ردت إليك متاعك خلاص أصبح حكم المحكمة ملزم وحكم شرعي مئة في المئة سواء قال الزوج طلقتك أو خلاص وفقت على اختلاعك أو أنت مختلعة مني لا حاجة لنا بقوله بما شئت الله فأنت الآن مختلعة منه